بهذا الفيديو معنا جهاز الايفون 8 بلس كما ترون وسوف نرى الفعلا ماذا الجهاز يعني ما زال يستعق الشراء بسنة 2023 وذلك طبعا من خلال تربتي للجهاز ومن خلال يعني تربت ناس كثير أعرفهم معهم طبعا الجهاز يعني سوف أشارك معك كل المميزات وكذلك العيوب أتواجهتني ونقوم باستخدام طبعا يعني على الايفون 8 بلس وسوف نرى الفعلا هذا الجهاز يعني ما زال يستعق الشراء أم هناك بداية الأفضل موجودة طبعا بنفس السعر فقبلها نبدأ فتنصى لايك اشتراك فعلا الجرس لأننا طبعا يعني اقتربنا من المهات المشرك نريد أن نصلها بأقرب وقت فنبدأ أولا يعني باقي العيوب ثم بعدها ننتقل إلى المميزات لأنه هناك صارة يعني عيوب كثيرة صارتها لم تعجبني بالايفون 8 بلس يعني أولا على سبيل المثال كما ترون يعني الشكل الشاشر كما تشاهدون يعني الشكل قديم يعني أولا سوف أصرأ الجهاز سوف تقول هذا جهاز يعني قابل خمس أو ست سنوات يعني جهاز قديم لأنه كل الأجهزة التي أصبحت تنزيلها الآن يعني سواء كانت من شركة أبل وهاتي يعني من أجهزة أندرويد فطبعا تأتي بشكل الجديد بحواف يعني صغيرة معدد ذلك فالشاشة الخاصة بالايفون 8 بلس في فقط يعني شاشة IPS شاشة 600 وكذلك حجمها يعني صغير نوعا ما 5.5 انش فصارتها تجربت المشاهدة وكذلك يعني تجربت اللعب أو تجربت الاستخدام صراعا لنم تعجبني بالجهاز فا استغلال الحواف وكذلك النوع أو جودة الشاشة ونصراتها يعني ليست أفضل شيء بالايفون 8 بلس تاني الشيء اللي معجبني بالجهاز وهي تجربت البطارية فإذا كنا بطارية أقل من 6000 من أمبير يعني بطارية بالضبط 2691 من أمبير فصراعا يعني الجهاز يعني لن يكمن معك اليوم أي أن كان الاستخدام الخاص بك يعني البطارية هنا لن يكمن معك اليوم على الأقل سوف تشحن جهازك من مرتين إلى ثلاث مرت يعني إذا كان استخدامك يعني قوي للجهاز فسوف تشحن الجهاز الخاص بك مرتين إلى ثلاث مرت فالتربات البطارية هنا سرعة أيضا لم تعجبني بجهاز الايفون 8 بلس أما بالنسبة لي الثالث عامي موجود بالجهاز وهو النوع يعني تقريبا هذه آخر سنة سوف يسلي الجهاز يعني تحديثات لن تصلوا أي تحديثات أخرى فاذا أيضا من العيوب أتيجب أن تعلمه وانتقم بشراء عن جهاز الايفون 8 بلس أما بالنسبة لي الرابع وأخير عيب يعني وجدته بالجهاز وهي بالكاميرات نعم يعني كاميرات الجهاز صراحة ليست أفضل شيء إطلاقا خصوصا أنه يعني بالسنوات الأخيرة فعلا هناك تطور كبير يعني من هذه الكاميرات يعني بالأجهزة بالفهم متوسطة بكل هذه الأشياء فصراحة الكاميرا هنا يعني كاميرا يعني متوضعة جدا كما ترون يعني هذه كل صورة متقطة بسخدام الكاميرات الخاصة بالايفون 8 بلس يعني بالإضاءة مرتفعة نعم يعني ما زالت لدى يكون تريبة مرضية ومقبولة بنسبة لدرفاء السعرية لكن يعني كإضاءة منخفضة كما ترون فصراحة الكاميرا اللي يمكنك الاعتماد عليها إطلاقا يعني لدى يكون النوز غاضح بأصور وكذلك يعني التفاصيل تكون يعني قليلة جدا ولدى يكون يعني تصور الفيديو يصل إلى غاية الفور كيف هذا أمر يعني جيد بنسبة لدرفاء السعرية ونفس الشيء أيضا بنسبة للكاميرا أمامي يعني كاميرا صراحة لم تكن أفضل شيء كاميرا يعني متوضعة جدا فذي كانت يعني تقريبا كل العيوب أتواجهتني ونقوم بستخدام الايفون 8 بلس دعونا الآن نتحدث على المميزات فأقوة ميزة يعني موجودة بالايفون 8 بلس وتتجهل العديد من الناس تتجهل لهذا الجهاز وهي طبعا نقطة الأداء فذي كانت يعني معالج طبعا من شركة أبل معالج A11 بيونيك فعلا أنا مبارن من شركة الأداء السيدي يقدم لهذا الجهاز يعني تخيل معي معالج أو جهاز من 5 سنوات أو 6 سنوات سوف يقدم لك هذه أداء شركة كما ترون فعلا لم أجد أي مشاكل لم أجد أي تقطيعات كل شيء سريسة لديك هنا بالجهاز مع المعالج وكذلك مع الصفطور لديك هنا مواجهة الـ iOS 16 فكل هذه الوصفة سوف تقدم لك فعلا شركة أداء سريسة وبدون أي مشاكل فعلا كما قلت أنا مبارن من شركة الأداء الموجودة بالايفون 8 بلس ونفس الشيء يعني بنسبة للألعاب كما ترون يعني بوب جي سوف تشتغل معك على 60 فريم بدون أي مشاكل شركة سريسة وفضل يعني من أغلب الأجهزة الأندرويد الموجودة بالفام المتوسطة لديك هنا فعلا شركة سريسة ويمكنك الاعتماد عليها بدون أي مشاكل وهذا ليس فقط يعني بلبس بوب جي الجهاز ونسبه يقدم لك يعني 60 فريم بأغلب الألعاب بدون أي مشاكل كما قلت ففعلا شركة الأداء هنا نقطة قوة قوية موجودة بالايفون 8 برس لكن دعونا الآن ننتقل إلى ثاني ميزة موجودة بالجهاز وهي طبعا أتصميم كما ترون فعلا يعني تحفى من شركة أبل لمنع تعني الإطار ورذياتي من المعدين ودي سوف يقدم لك فعلا مسكة خرافية للجهاز مع أدار أزوجاج كما ترون مع اللوغو الخاص بشركة أبل مع شكل الكاميرات فعلا تحفى من شركة أبل تصميم الجهاز صراحة أجابني بشكل كبير لمنع الشكل وكذلك يعني جودة وخامة تصنع وكذلك يعني مسكة الجهاز بليد كما ترون فعلا ممتازة ومريحة جدا أما بالنسبة لي الثالث وآخر ميزة موجودة بالجهاز وهي طبعا السماعات فإذا كنت طبعا سماعات ستريو السماعات السفلية تشتغل مع سماعات المكالمات فدعونا الآن نقوم بتربة سماعات الجهاز كما رأيتم فعلا لذي كنت تربة سماعات عالية صوت نقي وأفضل يعني من أغلب الأجهزة الموجودة طبعا بالفهم متوسطة من أجهزة العندرويد فهذه كانت يعني كل المميزات والعيوب أتواجهتني ونقوم باستخدام الآيفون 8 برص فالآن يعني ما هو رأي عن الجهاز يعني أنا مثلا إذا كنت مكانك الفين سوف أقوم بشراء هذا الجهاز أمونك يعني بدائل أفضل بنفس الفئة السعرية فصالتان إذا كنت مكانك لن أشتري إطلاقا على الآيفون 8 برص يعني هذا الجهاز أصبح قديم ولا أنصحك بإطلاقا يعني إذا كنت يعني تريد جهاز من نفس الشركة شركة أبل فلذلك يعني بنفس الساعة تقريبا جهاز الآيفون 8 برص يعني حاليا يبدأ من 250 دولار إلى غاية 300-320 دولار يعني على حسب المساعة التخزينية وكذلك يعني حالة الجهاز لكن الآيفون XR يعني يأتي بنفس السعر 300-320 دولار أيضا وسوف يقدم لك يعني شاشة أفضل سوف يقدم لك بطارية أفضل أداء أفضل كاميرات أفضل وسوف يقدم لك أيضا يعني تحديثات لمدة أطول عن الآيفون 8 برص فا حاليا أفضل آيفون ممكن أن تقوم بشراءه بالفا متوسطة من شركة أبل وهو الآيفون XR ماذا كنت تريد يعني بدائل من شركة أندرويد فا ونكسراتا أجهزة كثيرة يعني من أبرزها كما ترون جهاز البوكو X4 GT جهاز يعني متكابل تقريبا من جميع المواصفات بسوف يقدم لك يعني قيمة أفضل بكثير عن الآيفون 8 بلس فا البوكو X4 GT صحة جهاز خرفي جدا فإذا كان رأيي عن جهاز يعني الآيفون 8 بلس جهاز سرعة حاليا لا أرى إطلاقا أنه يستعقشرة كما قلت أنسعوك بـ LXR أو هناك أجهزة أندرويد أفضل فعموما عندكم كان في ذلك الفيديو شاركني الآن أنت رأيك بالتعليقات وإذا كنت تستخدم يعني جهاز الآيفون 8 بلس فا شاركنا معنا يعني تشربتك مع طبعا بأتعليقات وكالعادة رأتنا صلى لايك اشترك فعل الجرس وراكم في فيديو قادم سلام ترجمة نانسي قنقر